هذا هو الجزء السابع من الصحيفة الثالثة التي عنوانها قيمة الدين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في الحلقة الماضية طرحت سؤالا إشكالا ليس مهما بأي عنوان أعنونه ما جاء في رواية بحسب كتاب دعائم الإسلام لأبي حنيفة النعمان المغربي الإسماعيلي المتوفى سنة 363 للهجرة بحسب هذا الكتاب وفي الجزء الأول من بحسب طبعة دار الأضواء بيروت لبنان في الصفحة السابعة والثلاثين قرأت عليكم النص لا أعيد قراءته وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منه ما جاء مذكورا عن إمامنا الصادق من أنه قال وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير في آية التطهير وليس لها في الإمامة شيء وهي أم الأئمة مدار الحديث عند هذه الكلمة وليس لها في الإمامة شيء وقلت من أنني سأحدثكم عن المؤلف وحدثتكم عنه ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أن تفع من الوقت وقلت لكم من أنني سأحدثكم عن الكتاب وحدثتكم عن الكتاب بقيت النقطة الثالثة التي وعدتكم أن أحدثكم بخصوصها لكن الوقت لم يسعفني فجعلت هذه الحلقة إكمالا للحلقة المتقدمة كي أحدثكم بشأن الحديث نفسه وسأتناول الموضوع من عدة جهات إذن الكلام بخصوص المؤلف انتهينا منه الكلام بخصوص الكتاب انتهينا منه وصار واضحا لديكم من خلال ما تقدم من بيان المؤلف إسماعيلي ومن كبار الإسماعيليين بل هو داعي الدعاة عند الإسماعيليين وهو أرقى المناصب التي يصلون إليها في مراتبهم الدينية بعد الأئمة بعد أئمتهم فالمؤلف إسماعيلي والكتاب إسماعيلي وفقا للمنهج والمذاقي والمشرب الإسماعيلي انتهينا من كل ذلك سنعود إلى الحديث سأحدثكم عن هذا الحديث من عدة جهات الجهة الأولى سأسلط الضوء على الأسلوب الذي طرح فيه هذا الحديث في طوايا الكتاب وكذلك على المضمون الذي جاء متناسقا مع أسلوب الطرح لا أستطيع أن أنكر من أن الإسماعيليين حتى في تلكم الفترة أنني أتحدث عن فترة دولتهم الفاطمية العبيدية التي عرفت بهذا الإسم في شمال إفريقيا وحتى قبل ذلك حتى قبل دولتهم الإسماعيليون الإسماعيليون انتفعوا كثيرا من الحضارات الأخرى وتأثروا بأساليب الفلاسفة والمناطقة أنا لا أريد أن أحلل أوضاع الحركة الإسماعيلية لكنني أذكر الذين لهم اطلاع في الثقافة القديمة هناك مجموعة من الرسائل عرفت برسائل إخوان الصفة وإخوان الصفة يمكن أن نقول عنهم إنهم عبارة عن منتدى فكري كالمنتديات الفكرية في زماننا هذا وإذا دبجوا نوعا من المقالات بأسلوب جديد بالنسبة لزمانهم طرحوا نوعا من الأفكار كانت جديدة بالنسبة لزمانهم رسائل إخوان الصفة في الحقيقة هم إنعكاس عن الحركة عن الثقافة عن الاتجاه الإسماعيلي لو كان عندي متسع من الوقت لحدثتكم عن هذا الموضوع عن هذا الموضوع لكنني أوجه خطابي للذين قد اطلعوا على هذا الموضوع كي أن تفع من هذه المعلومة في حديثي هنا ما قام بكتابته أبو حنيفة النعمان المغربي في بداية الكتاب كتب مقالات مقالات هو دبج المقالات وضمنها الأحاديث لم تكن هذه الأبواب الأولى هي بأبواب لجمع الحديث وتسلسله فالرجل دبج مقالات في باب العقيدة والإيمان بحسب نظر الثقافة الإسماعيلية لكن المادة التي اعتمدها اعتمد الأحاديث عن الأئمة المعصومين من إمامنا الصادق وما قبله فحينما جمع الأحاديث جمعها بطريقة ترتيب مقال من المقالات ولذا فإنه ربما حذف منها وربما تصرف فيها لا أريد أن أقول من أن الرجل قد حرف الأحاديث تحريفا واضحا لكنه جمع مجاميع من الروايات في عدة مقالات وحاول أن يرابط فيما بينها شيء ضروري سيضطر إلى تصرف في هذه النصوص كي يتمكن من مرابطتها ومنهجه في ذلك هو منهج أئمته الإسماعيليين فبعد المقال الذي قرأت منه الحديث بخصوص الصديقة الطاهرة على سبيل المثال أتيكم بمثال في صفحة 38 من الجزء الأول من كتاب دعائم الإسلام هناك مقال هذا عنوانه ذكر البيان بالتوقيف على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين يقول هذا باب لو تقصينا الحجة فيه والدلائل عليه إلى آخر كلامه فهو مقال هو الذي يكتبه ثم يقول وقد أفرد المنصور بالله وهو الخليفة الفاطمي الثالث وكان على علاقة وثيقة به ونصبه قاضيا في المنصورية إنها العاصمة الجديدة بعد المهدية المهدية عاصمة الفاطميين التي بناها عبيد الله المهدي بحسب اصطلاحاتهم المهدي بالله والمنصورية كانت عاصمة ثانية أيضا في تونس بناها المنصور بالله وكان المؤلف قاضيا في المنصورية في العاصمة نصبه بشكل مباشر الخليفة الفاطمي الإمام الفاطمي المنصور بالله وقد أفرد المنصور بالله صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه وبيض الله وجهه أفرد لذلك كتابا جامعا استقصى معانيه وأشبع الحجة فيه واستمر في الكلام هذا مثال هذا كلام على سبيل المثال هذه صورة مشتزأة من تفاصيل كثيرة فالمؤلف يعتمد أساسا على ما هو موجود في كتب أئمته على ما تبناه أئمته الإسماعيليون لكنه يستعين بأحاديث الإمام الصادقي وغيره من أئمتنا الذين سبقوا لأنهم أساسا يعتمدون هذه الأحاديث هم لا يستعملون هذه الأحاديث لأجل المخادعة مثلا أبدا هم يعتقدون بهذه الأحاديث فهم يعتقدون بإمامة الأئمة إلى الإمام الصادق نعم الأئمة الذين جاءوا من بعد من بعد إسماعيل ابن الإمام الصادق ما هم بأئمة حقيقيين لكنهم يعتقدون بهم من أنهم أئمة حقيقيون كانوا يحرفون المعاني كانوا يحرفون المعاني بحسب مصالح زمانهم مصالح حكمهم مصالح أوضاعهم بحسب مصلحة إمامتهم ومر علينا مثال من الأمثلة فيما يرتبط بأحكام الصيد قرأته عليكم من نفس هذا الكتاب من الجزء الثاني من كتاب دعائم الإسلام لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم إنما هي أمثلة ونماذج فهذا مقال من المقالات أسسه وفقا لهذه الرؤية للرؤية الإسماعيلية المقال الذي قبله هو المقال الذي يبدأ من صفحة 28 وعنوانه طويل ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وأنهم أهل بيته وانتقال الإمامة فيهم والبيان على أنهم أمة محمد صلى الله عليه وعليهم فهذا المقال يبدأ في صفحة 28 والبداية هكذا قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخر ما قال هذه مقالات ما هي بأبواب لجمع الحديث وتسلسله وإنما مقالات مدبجة مكتوبة وفقا لرؤية معينة يختار لها من الأحاديث ويحاول أن يرابط بين هذه الأحاديث فذلك ما سيضطره إلى التصرف في هذه الأحاديث إنما أردت أن أشير إلى هذه القضية كي تعرف من أن الكتاب ما هو بكتاب لجمع الأحاديث من أوله إلى آخره هناك فيه أبواب جمع فيها ما جمع من الحديث وهناك مقالات هو الذي دبجها وهو الذي كتبها ضمنها بعض الأحاديث فهذا المقال يستمر من صفحة 28 ينتهي في صفحة 38 في صفحة 37 أورد هذا النص من رواية ذكرها على أن سائلا كان يسائل الإمام الصادق في الشأن الذي يرتبط بإمامة الأئمة من آل محمد فتتابع الكلام إلى أن قال الإمام بشأن فاطمة من أنها كانت امرأة وليس لها في الإمامة شيء فنحن لسنا متأكدين من هذه الصياغة ومن هذا الذي أورده المؤلف لكنني سأقبل من أن الحديث هو هكذا لماذا حدثتكم عن أسلوب المؤلف في كتابة المقالات كي أوصلكم إلى هذه النتيجة إلى نتيجة أنني وربما أنتم أيضا لكنني أتحدث عن نفسي أنني لست متأكدا من أن الصياغة بالضبط هكذا وردت قطعا هذا إذا ورد الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولكنني سأتعامل مع الحديث لأجل المناقشة على أنه قد ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه فحدثتكم عن أسلوب كتابته وتدبيجه لهذه المقالات كي تعرفوا من أنه قد يتصرف بشكل وبآخر في هذه الأحاديث لا أريد أن أتهمه من أنه يتصرف لأجل تحريفها وإنما يتصرف فيها لأجل الصياغة المناسبة لمقالاته قطعا بحسب معتقده ومع ذلك فأنا لن أبني على هذه النتيجة وإنما أقول إن النص هكذا ورد إذا ورد النص هكذا والإمام الصادق هكذا تحدث عن أمه فاطمة وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير وليس لها في الإمامة شيء إذا كان إمامنا الصادق تحدث بهذه الطريقة وهذه ألفاظه بالنسبة لي إنني أقطع من أنه لا يقصد المضمون الذي يظهر من هذه الألفاظ لحكمة لغاية لأجل الجدل لمدارات لأي أمر أنا لا أعلم لكنني لا أعتقد أن الإمامة الصادقة يتحدث بهذه الطريقة وكأن الزهراء إذا كانت امرأة كأن هذا يشكل منقصة يشكل نقطة ضعف يشكل حاجزا على الأقل أن تكون إماما من الأئمة هذا ما هو منطق الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأن منطق الصادق هو منطق الله والذي يراجع أحاديث محمد وآل محمد حين يتحدثون عن الزهراء يتحدثون بتقديس عظيم يقدسون الزهراء بخصوصية قد لا يتحدثون بها عن سائر الأئمة هذا واضح في كلامهم من محمد صلى الله عليه وآله الذي جعلها أما له فاطمة أم أبيها جعل ابنته أما له صلى الله عليه وآله لأنها القيمة على الدين نعود إلى القرآن كيف تحدث الله عن فاطمة إنني أتحدث عن القرآن المفسري بتفسير علي وآل علي لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجف بني طوس القرآن هكذا تحدث عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في سورة النور في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة أي جمال في التعبير هذا وأي تقديس لفاطمة ما هذه الآية في فاطمة عودوا إلى أحاديث العطرة في تفسير قرآنهم جوهر هذه الآية فاطمة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يفوح يفوح عطر فاطمة من كل حرف من حروف هذه الآية كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يا زهراء يكاد زيتها يضي 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 يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار نور على نور هذه فاطمة وهؤلاء أولادها إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر عودوا إلى أحاديثهم التفسيرية لا أجد وقتا وإلا لقرأت عليكم من الكافي من الجزء الأول الروايات موجودة في الكافي في الجزء الأول وفي غيره في تفسير هذه الآية في فاطمة وآل فاطمة الله هكذا يتحدث عن فاطمة لا يتحدث عنها أنها امرأة شركتهم في الآية وليس لها من الإمامة الشيء يكاد زيتها يضي 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 ولو لم تمسسه نار إنها نار القدرة الإلهية يكاد زيتها يضي من عند نفسه من عند ذاته يكاد من أفعال المقاربة والكلام يشير إلى عظمة منزلتها هذه فاطمة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي إنها الزهراء وإنها الزاهرة وإنها الزهرة وإنها الزهرة هذه كلها أسماؤها فهي الزهراء وهي الزاهرة وهي الزهرة زهرة الوجود وهي الزهرة يكاد زيتها يضي 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 ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس هذه أمثال للتقريب ففاطمة أعلى شأنا من هذا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علي هكذا يتحدث الله عن فاطمة تريدون مثالا آخر تعالوا معي تعالوا معي إلى سورة القدر إنها سورة فاطمة بحسب تفسيرهم لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بتفاسير سقيفة بني نجف بني مرجع لا شأن لي بتفاسير سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف فليذهبوا بتفاسيرهم هم وتلك التفاسير إلى الجعيم إلى جعيم إبليس بعسب تفسير علي وآل علي ليلة القدر فاطمة أنا لا أملك وقتا كي أحدثكم عن السورة يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة فلقد تحدثت عن هذه المضامين كثيرا كثيرا عبر السنين الماضية وما أدراك ما ليلة القدر هي فاطمة وما أدراك ما ليلة القدر لقد فطمة عقول الخلق عن معرفتها وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى بقية السورة إنها من أعظم سور القرآن تتحدث بهذا اللسان الجميل وبهذه الرمزية وهذه الدقة المتناهية في البلاغة للإشارة إلى الأسرار الفاطمية العظمى هكذا يتحدث الله عن فاطمة تريدون مثالا آخر فلنذهب إلى سورة الإنسان إنها سورة الإنسان سورة الدهر هل أتى بنحو سريع الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب أنتم عودوا بأنفسكم إلى سورة الإنسان لكنني أشير إشارة سريعة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الإنسان إنها في فاطمة وبعلها وبنيها آيات سورة الإنسان في فاطمة وعليها وحسنها وحسينها إن الأبرار يشربون من كأس كان كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا إلى أن تقول السورة وهي من أجمل سور البلاغة الوصفية ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا هم 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 الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وصورة أخرى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عبق علي وآل علي يفوح من كل هذه الحروف إلى أن تقول السورة وسقاهم ربهم أسهق هو الله الساقي ساقي فاطمة هو الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا الله يعد نفسه ساقيا لفاطمة هكذا يتحدث الله عن فاطمة فهل يمكن أن يتحدث الصادق بهذا الأسلوب عن فاطمة إذا إذا كان قد تحدث فعلا الإمام بهذا الحديث فلمقصد لغاية لكنه في الوقت نفسه لا يريد منا أن نبني على هذا الحديث فهو لا يقصده كي يوجهه إلينا في مستوى من مستويات المدارات في مستوى من مستويات الجدل والنقاش والتسليم ببعض الأمور التي يقر بها الطرف الآخر ما هذا يجري في المجادلات والمناقشات وإلا فإن الله يعد نفسه ساقيا لفاطمة هذه سورة الدهر سورة الإنسان سورة فاطمة وآل فاطمة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذه فاطمة أتيكم بمثال آخر إنها سورة البينة سورة البينة فماذا قال الله عنها قال وذلك دين القيمة الله ينسب الدين إليها وصادق يقول عنها هذا الكلام ماذا تقولون أنتم أي منطق هذا أي تثقافة هذه وإي هراء هذا حتى لو كان هذا الكلام قد صدر عنه صلوات الله عليه فهو لا يقصده فنحن عندنا كلام كثير جاء باللسان التقية وجاء باللسان المدارات وجاء باللسان الجدل والمناقشة للتسليم ببعض الأمور التي يؤمن بها الطرف الآخر لإثبات أمر أهم هذا هذا موجود في الروايات والأحاديث ولذا قالوا من أنهم لا يعدون الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامهم هذا هو المراد من معرفة معارض كلامهم وهذا هو المراد من عرض الأحاديث إذا ما شككنا فيها على القرآن عملية العرض هي هذه قد يكون العرض من جهة الأسلوب وقد يكون العرض من جهة المضمون وقد يكون العرض من جهة المصطلحات والمفردات وقد يكون وقد يكون العرض على القرآن علم دقيق واسع جدا مراجعكم في النجف لا يعرفون شيئا منه ولذلك ركضوا إلى علم القذارات إلى علم الرجال الذي أسميه بعلم القنادر ذهبوا إلى علم القنادر كي يدمر حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلا فإن آل محمد أمرونا إذا ما شككنا في حديث أن نعرضه على القرآن قاعدة المعلومات التي نعرض عليها الأحاديث هي القرآن ولكن بشرط أن يكون مفسرا بتفسير علي وآل علي حيث بايعنا بيعة الغدير على هذا الشرط وإلا لا قيمة لبيعة الغدير حينئذ ولا قيمة لمعنى الإمامة حينئذ إذا لم يكن كلام أئمتنا حاكما على القرآن وحاكما علينا فأية إمامة هذه وأي دين هذا الله هكذا يقول وذلك دين القيمة ولا أحتاج إلى رواية هنا لتفسير هذه الآية القيمة لا تطلق إلا على مؤنث من هي هذه السيدة التي يتحدث عنها الله من أنها قيمة على دينه القرآن هكذا يقول وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة القرآن هكذا يقول وهو قول الله وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذا هو دين الله بتفاصيله وذلك دين القيم حتى لو لم ترد عندنا في أحاديثنا ما يفسر هذه الآية ورد عن الإمام الباقري إنها فاطمة حتى لو لم ترد هذه المضامين في رواياتنا فمن هي القيمة التي جعلها الله مشرفة على دينه ولها القيمومة على الدين وعلى أهل الدين من هي هذه من هي هذه السيدة خبروني من هي إنها فاطمة فإن الله هكذا يتحدث عنها أتوقع بعد ذلك أن جعفر بن محمد يأتي فيقول وكانت فاطمة امرأة شركتهم في التطهير وكأن ذلك نقصا فيها كأن ذلك حاجزا يحول فيما بينها وبين الإمامة إنها إمام الأئمة من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم مثل ما يقول إمامنا الحسن العسكري نحن نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا هل أحتاج إلى أدلة بعد كل هذا الكلام كي أثبت لكم إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وكي أثبت لكم أن هذه المضامين حتى لو تكلم بها الأئمة فهم لا يقصدونها لا يريدون منا أن نتمسك بها لأننا نعرض هذه المضامين على قرآنهم المفسر بتفسيرهم مثل ما فعلت الآن كيف يتحدث الله عن فاطمة فإن الأئمة هكذا يتحدثون عن فاطمة وهذا هو الذي وجدته في أحاديثهم من رسول الله إلى إمام زماننا حين يتحدثون عن فاطمة يتحدثون بتقديس وتنزيه بنحو هو أكثر مما يتحدثون عن سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر